بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرح المرسلين نواصل اليوم في شابتر 1 شوف المقطع السابع شوف تعريف الكونفكشن الكونفكشن is the mode of energy transfer between solid surface and adjacent liquid or gas that is in motion الكونفكشن هو الانرجي ترانسفر ما بين solid وهوى fluid flow مايع متحرك لازم يكون متحرك اذا ويكون ما بينهما adjacent هنا يعني انهم بينهم اتصال الكونفكشن كان بين solid و solid اما هنا الكونفكشن هو ما بين solid liquid or fluid flow ومايع ناخذ هنا مثال عندنا هذه hot block بطرد انها قطعة حديث ساخنة حتى حطت كده في الهواء وهذا هنا الهواء متحرك هنا يسرع فيه وليه temperature t infinity هذه الهوت بلوك لها temperature of service سطح هذا الهواء temperature t s اذا حيتم حيتم نقل الحرارة من الهوت بلوك الى ال fluid flow اللي موجود عندي هنا هذه السرعة يقول لك هنا انه كل ما كان ال fluid flow faster كل ما كان اسرع كل ما كانت ال q dot هذه اكبر فرضا انه هنا هذا الهواء غير متحرك في غرفة مغلقة والهواء هذا غير متحرك اللي حيحصل عندي ايش ما راح يكون بيه convection لانه ال convection قال لي انه قال لي هنا انه لازم يكون ال fluid flow in motion اذا حيحصل عندي pure conduction حيتم نقل الحرارة q dots لكنها حتكون بال conduction فقط وليس بال convection ال convection اللي هنا عين اللي هنا natural convection وليه force of convection natural convection if the fluid motion is caused by a buoyancy force حركة الهواء سببه هو ال buoyancy force that is induced by a density difference يعني محرك تبعها هو السبب تبعها هو الفرق في الكذافة due to الناتج عن تغير في درجة الحرارة لاحظ هنا عندي هذا المثال عندي هذا الهوت egg ايش ودي يسوي فيها يعني حطيناها ساخنة في الهواء طبعا الهواء المهرض يكون أبرد منها علشان يصور في انتقال الحرارة ايش اللي حيحصل للهواء المحيط بهذه الهوت ايش اللي حيحصل الهواء اللي حواليها حيسخن ولما يسخن يعني يسخن معناها ايش زادت حصل فيه تغير في درجة الحرارة فكلما زادت الحرارة الهواء كلما قلت الكذافة تبعه اذا نتج عنه فرق في الكذافة نتج عنه فرق في الكذافة يعني قلت كذافته وبالتالي صار اخف ففي هذه الحالة الهواء في تحت من كذافته اقل فهو سيحاول مباشرة انه يمشي يطلع لفوق ويحل محل هواء آخر بارد مجديد وتتواصل الحركة هذه الحركة الفورس اللي تحركها هي وهذا النوع من الحركة والتبريد اللي حصل لهذه الهج هو عن طريق الناتشرا الكونفكشن اما الفورس الكونفكشن فهي معروفة مسببها هو اكستيرنال مينز هذه الهج الموجودة عندي هنا ودي اخذ الفان وحرك الهواء عليها مباشرة وبالتالي حتى تبرد اذا كان عندي هو نستخدم فان طبعا اذا كان عندي الكويت نستخدم pump هذا الكونفكشن ايش القانون اللي نجيبه بي نجيبه بي قانون ايش نوت اللو أو كولينك يتعلق بي الاس service area الاريا اللي يعني المساحة اللي هي التقاء ما بين flood flow وال hot block ts هي درجة حرارة السطح هنا والt infinity هي درجة حرارة flood flow اذا ايش اله ه هي معامل انتقال الحرارة the confection heat transfer coefficient is not property of the fluid flow ما هو خاصية من خواص الفلود flow it is unexperimentally determined من خواص حديد تجريبيا عن طريق هش parameters whose value depend on all variable influencing confection such as يعني كل هذه البرامتر يرتبط اله يرتبط بها كلها مع بعض وليس بواحد منها فقط إذن service geometry service geometry هش قصنا بها هي طبيعة السطح السطح اللي هو يتم عن طريق الconfection اللي هي transfer فإذا كان خشني إذا كان غير خشني إذا كان يعني الجيومتري تابعه مختلفة nature of fluid motion طبيعة حركة الهواء طبيعة خصائص الهواء fluid flow نفسه إذا كان زيت أو ماء أو هو the bulk fluid velocity السرعة تابع fluid flow إذا كان سريع وبطيء نأخذ هنا في هذا الجدول نقارن ما بين free convection و forced convection مثلا بالنسبة لل gases بالنسبة للغاز اللي عندي هنا وعند هنا لاحظ في free convection heat transfer coefficient هذا ما بين 2 إلى 25 ما يتجاوز 25 أما في forced convection فهو ما يقل عن 25 وممكن يمشي إلى 250 إذا من أحسن أحسن لأخذ forced convection السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر